الزوج المزاجي أو الزوجة المزاجية هو شخص متقلب المزاج يعني يقولوا ليستاذ فاطمة بالليل براي وبالنهار براي ثاني يزعل بسرعة ويطنقر على أتفه سبب لكن ممكن يرجع بسرعة يعني أنا أقول يا يرفعك السماء يا يحطك الأرض ممكن نلاقي هذا الشخص تقلباته المزاجية تخليه في مود شديد يعني إذا عصب يعصب بشكل قوي لذلك انتبهي إذا رجع يرجع يقبل عليك رومانسية وطيب يعني ما عنده توسط مزاجه بين أني أكون معك حليل وطيب ورائع يا أني أكون معك شخص عصبي وانفعالي وما تعرفين تتفاهمين معي هذه الاندفاعية والتقلبات قد تربك كثير من النساء تقول أستاذ فاطمة ما أعرف أتنبأ بتصرفاته خلاص صرت متري ما أفهم له يعني أسوي الفعل ويزعل ويقلب الطاولة ويقلب الدنيا وبنفس الوقت في وقت آخر أسوي نفس الفعل عادي يعني ما أفهمنا له أحيانا هذه الشخصية نلاقيها اندفاعية تتهور يلا بسرعة نروح يلا بسرعة نجي يقرر بسرعة يعني المرأة اللي أشي أقول لكم اللي متأنية وكلمني من بدري ويقول لي كل شيء بدري تطفش تضايق إنه بسرعة يقرر اندفاعي أحيانا هذه الشخصية يقع في الكذب ليش يقع في الكذب؟ لأنه يلا بسرعة بسرعة يبي خارج عمره عرفتو؟ فإذا المرأة عرفت كيف تتعامل معه بإذن الله تمشي حياتها بس أنا أقول لكم هو مو شخصية سهلة خاصة إذا كانت الأعراض شديدة يعني في ناس مزاجيين بدرجة عالية في ناس بدرجة متوسطة في ناس خفيفة فالمرأة إذا وعت كيف تتعامل معه بالنقطة الأولى احمي نفسك من انفعالاته لا تدخلين معه بالمود اللي هو المود وهو معصب ومنفجر لا تدخلين احمي نفسك انسحبي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لا تشخصين المواقف ترى هو إنسان أصلا تعبان تعبان بتقلباته هذه هو مش مرتاح لذلك نلاقيهم حتى نومهم يعني يقولون لي الحالات والله سيدة ينامه مثلا يعضص نانا ينامه يتفزوع أول ما أفتح الباب يقول شفي يعني هو إنسان يفقد ترى الأمان الداخلي فلا تقعدين تشخصنين وليش وليش يسوي أصلا هو تعبان مع نفسه فينشفق عليه بنفس الوقت يا حبيبتي لا تجلدين ذاتك وأنبك ضميرك وانا السبب وانا 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 لا هو إنسان تقلباته حادة لذلك السواء النفسي والهدوء النفسي ممكن يفقده إذا صار متلاعب وكذاب ويعني صار يكذب عليك واجد وما يقول لك كلام صادق حاولي أنت تشدينه للصدق بأن تشعرينه بالأمان النقطة اللي بعدها اللي هو أتركي المساحة ترجمة نانسي قنقر